بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم واللوحة الفنية الرائعة اللوحة فنية زراعية رائعة في أستراليا دي من أستراليا يعني اللوحة ده هي ترسمها مش هقولك الأستراليين والغيره لا اللي رسمها عرب عايشين في أستراليا ربنا يديهم الصحة ويديم عليهم نعمة المعرفة الناس دي يعني بسم الله ما شاء الله يعني تخيل إنه واحد بغير مجاله من مجال لمجاله ويبقى في النجاح ده هو علشان يعني النجاح ده هو تليه قصص يا جماعة تمام فأول حاجة الناس دي يعني أنا عرفه على اليوتيوب على قناتي ومتابع معه بس كل إنه هو يطلع بالدقة دي بسم الله ما شاء الله حاجة يعني وقوعة تفتكر المهندسين للسراليين يعني هما يدوب بيدوم المحلول الموزد بس أكتر من كده ما فيش تمام ولكن الوضع اللي الناس دي فيه والنجاح اللي الناس دي فيه أساسا ده يعني بيبقى نتيجة شوية عوامل المفروض تشوفه وتتعلم منهم وتعمل الصح دايما حتى لو أكبروك على الخطأ ما تقبلهوش أول حاجة البنية التحتية عند الناس دي ممتازة جدا البنية التحتية عندهم ممتازة جدا شايف أول حاجة عشان ما يحصلش رطوبة مغطي الأرض كلها قد يكون الغطى ده هو مش مكلفه كتير تمام ولكن مغطي الأرض زي ما حضرتك شايف كده تمام بعد كده زارع في أكياس الأكياس دي طبعا مش طرب عادية التربة دي فيها مكونات والمكونات دي بتكون خاملة خاملة يعني ايه يعني مش زي الأرض يعني الأرض بتاعتنا دي لما نحط لها سماد بتتفاعل وبيتفاعل معها السماد وبتتفاعل معاه والنبات بيمتص والكلام ده كلته تمام لا هم عندهم التربة دي تليها معالجات المعالجات اللي هم حطينها قد تكون بس إن هي خالية من نماتودة وخالية من مسببات الأمراض فقط أما هي فممكن يكون فيها برلايت مع نشارة خشب هي فعلا فيها برلايت مع نشارة خشب مع قليل من اللي بسموه الكوكوبيت تمام دول اللي هم اللي حطينها يعني طبعا فيه تباين عشان فيه خيار كبير وفيه خيار صغير تمام ودول كذا فيديو يا جماعة تمام ولكن أنا أو طبعا فيه متقدم فيه الزراع وفيه متأخر ولكن خلينا في موضوعنا أول حاجة قلنا التغطية عنده ممتازة جدا تاني حاجة إنه هو التربة عنده مصبوطة تمام وعلى فكرة التربة دي يا جماعة يعني هم بيزرعوا فيها مرة واحدة فقط يعني وان يوز مرة واحدة فقط بيستخدمها وبيشيلها تاني بس لو فيه واحد حريف يعني ممكن يعني يزرع فيها مرتين مرتين ما فيش أي مشكلة خالص مع شوية تعكمات ولكن هم الأفضل إنه هو بيزرع زراعة مرة واحدة فقط تمام الكيس اللي عنده ده هوت ما أسوأ 24 وتحته طبعا بيزرع اتنين نبات في كل كيس بيزرع اتنين نبات في كل كيس وبيزرع بزور مباشرة تمام الوضع اللي قدامنا ده هوت زي ما قلتلك بيزرع بزور مباشرة وطبعا بيبقى عامل حاجة للترقيع برا في مشتر مخصوص تمام بعد كده من عوامل النجاح بتاعته الدقة في المحلول المغزي اللي هو بنزله وده طبعا قصته بالطول شوية ومش هنقوله المرة دي ولكن هو بيشتغله بمحلول مغزي اللي هو الـ A والـ B ولكن يعيبه حاجة ان التكلفة عنده عالية جدا يعني انا لما بحسب نبات الخير ده بيستهلك قد ايه في الاسبوع تخيل بيستهلك قد ايه في الاسبوع بيستهلك على الحالة اللي هو فيها دي والمرحالة اللي هو فيها دي بيستهلك في حدود 70 جرام اسمدة كل اسبوع 70 جرام رقم كبير ورقم يعني لان ليه بقى لانه يا جماعة هو بيروي واللي عنده الدورة مفتوحة تمام يعني الدورة بتاعت المحلول مفتوحة عنده فيه ناس بتاخد البقايا اللي المحلول دهوت وبيبدأوا يغزوا به على زراعات أرضية او اقل يعني خطورة من الخيار كطماطم ولا حاجة وفيه ناس تبعا بتقولك المحلولين لما مع بعض يدخلتوا بيحصل لهم مشاكل وكده يعني تمام ولكن لما المحلولين عادي يعني فيه ناس بتعمل لهم يعني بتفلطرهم تاني وبترجعهم وبتشتغل بيهم في محاصيل تانية يعني بيبقى زراعة أرضية عادية خالص تمام ده اللي بيحصل في القصة دي تمام عنده الري تلات او اربع مرات في اليوم وما فيش حاجة اسمها راي بدون محلول مغزي التسميت شغالها على طغط تمام وده سر اللي هما طبعا النبات بياخد حاجته والباقي بيزيد عن حاجة النبات بيتصرف تمام خد بالحضرتك تحت النبات ده هو تحت النبات ده هو تمام فيه الفلين بوكس اللي هما حطينه ده ده فلين تمام محطوط فيه كيس ده مقاس 24 اللي بيزيد فيه شنل تحت او قناة تمام بتجمع اللي هو المحلول الزايد عن حاجة النبات وابتاخده بترجعه تاني آآ برا تمام ده كل اللي بيحصل فيه القصة دي من برضو ضمن الحاجات اللي هما يعني بيعتبروا آآ نجحين فيها أنا شايف بصراحة من العمليات الزراعية آآ ما بتتأخرش آآ عن آآ المواعيد بتاعتها يعني عندك رش النهاردة يبقى لازم ترش عندك النهاردة آآ لف يبقى لازم تلف الخيار بتاعك آآ ما عندوش تأخير لان ده العود عنده في آآ البيت المحمي بآآ سعره تمام آآ فزي ما انتا شايفه هو تحاكى بسم الله ما شاء الله التنظيم منظم جدا العمليات الزراعية في معادها آآ كل شيء يعني بيتحسب بدقة آآ علشان في الآخر آآ الرجل ده هو تمطالب بطارجة معين لازم يطلعه من الخيار ده هو كمال آآ من أنجح الحاجات اللي أنا آآ شايفة حضرتك في آآ في القصة دي آآ تخيل بقى معايا كده يعني حاول تفكر معايا تقول لي ايه يعني اللي عجباني في 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 القصة دي بما اني متخصص يعني اكتر حاجة عجبان يا جماعة في القصة دي هي الكسافة النباتية الكسافة احنا عندنا آآ مشكلتنا كآآ في الوطن العربي ان احنا مقتنعين آآ اقتناع كلي آآ ان الكسافة النباتية العالية هي ديت اللي هتجيب لي آآ التارجة العالي او في المحصول الكل هتجيب لي كتير وده انا اقدر اقول لك الموضوع ده هو آآ مش آآ مش 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 صح تمام هو عنده في القصة اللي هو التسعة متر ده عنده كم خط في عنده تمن خطوط في تمام تمن خطوط في يعني كل خط المساحة المساحة بتاعته آآ تقريبا هاهو اربع خطوط تمام الخط الخط آآ فيه كيس واحد كل خط فيه كيس واحد تمام الكيس الواحد اللي عنده ده هو في كام فيه حبيتين خد بالحضرتك هاركس كوي فيه حبيتين خير او فيه نباتين تمام زي ما انت شايف كده يعني هو في الآخر عنده الخط اللي هو فيه دهوت تقريبا بيبقى فيه 70 نبات تمام 70 نبات في 8 7 في 8 ب 56 ب 560 نبات طيب 560 نبات سيادتك في القوس اللي هو التسعة في 30 متر التسعة في كام في 30 متر ده عمله 560 نبات طيب سيادتك أنا في السعودية كانوا بيخلون بيرغموني إن أنا أزرع له في القوس اللي انت شايفه دهوت بزرع 14 خط والخط فيه 70 يبقى 70 في 10 ب 700 و 4 في 7 ب 28 يبقى دخلت على 1000 نبات في القوس دهوت هو تقريبا نص الكسافة النباتية طيب لذلك بقى نص الكسافة النباتية أصبح عنده سعة في النبات تمامة كسافة النباتية بتاعت النبات مزبوطة عنده إذن فلا يمكن يكون عنده أمراض لا يمكن يكون عنده تنفيل في الأزهار لأن الإضاءة كويسة عنده الرطوبة كويسة عنده نتيجة قلة النباتات النبات نفسه قوي وممتاز جدا لأنه واخد حقه في التغذية واخد حقه في الإضاءة واخد حقه حتى في العمليات الزراعية المتتالية من زراعة لتسميد للف النبات للجمع النبات يعني واخد حقه والنبات بسم الله من شاء الله بالطريقة اللي حضرتك شايفة ده بصراحة ربنا طبعا في الري بتاعه طبعا شايف الانضباط في الري معروف النقاط فين ومعروف مكان النقاط فين ومكان الهوز أو الخرطوم أو اللي فين محطوط فين كل حاجة محسوبة وبدقة وده اللي هم بيسبقون فيه واللي هم يعني مرغم على فكرة البده مش مكيفة جماعة لأنه عندهم جوهم كويس البده مش مكيفة ولا في مراوحة حدك تلع لي في مراوحة ده ظروفهم فيكون عندنا شوية يعني دقة في القصة ده والله يصدقني هتطلق أحسن من النبات ده وربنا وفقهم يا رب ويعني يزيد كل حد وأنا بصراحة مبسوط أن أنا أشوف حاجة بالمنظر ده يعني كل اللي عمل عليها عرب فعرب ما شاء الله إحنا مش شوية والله بس إحنا من قصنا إن إحنا يعني نكونوا ناشيطين شوية بس ما شاء الله ربنا بارك لكله وشكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر